النتيجة تفتح قريب في الموايدة الطبيعية بعد الانتهاء أعمال التصحيح كلام السيد سيد طاعة لا أساس له من الصحة وأنا لا أستطيع أنه في حد أقصى لأن النتيجة أعمال التصحيح أساسة مختلفين ومستشارين ومقليات مختلفة ما قدرش أقول بكرة النتيجة كذا بس إن شاء الله هتظهر النتيجة في معادة طبيعية والدكتور سيد طبعا ليس له أي حقا في التحدث باسم الكلية ولا يعرف مواعيد الامتحانات أمتى ولا مواعيد النتيجة أمتى والكلام ده نفسه ولا نسب نجاح لست لم تسهر بعد كل الكلام اللي تقال عن نسب نجاح قليلة أو كبيرة كلام غير صحيحة طاعة لأن النسب دي بتتآمل أمتى لما كل الأوراق تبقى جميع المواد تبقى موجودة في كل ظهول نبقى 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 نعرف بقى طب في مطلع طب في مطلع رجل حالة بطيلي الكامل أنا دكتوري صغط غير صعيح لأ ليه صعيح طب عايزين اتخاذ قرارات ضده غير صعيح سامير ما مش متحدد صغطيك وكلية كلية لأ عميد ولاك مين مين هو كدكتور لازل hm مين هو حابت رأي شخصي مفيش رأي شخصي بالألف محاضرة مش قرار ابل اراتي اولا انا وكيف كله والله العقيم معرف هذا انه وانا في مقاطع